اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الآن بمعنى اللي هو طرح اسئلة سؤال اسئلة يعني طرح اسئلة بمعنى مؤدب وطريقة فورمال اللي هي رسمية يعني شو الوظيفة من هذا الدرس كله كامل احنا ليش منستخدم اللي هو درس الانداريكت كوستشنز ليش لان لما اجي يا جماعة اسأل مثلا شخص معين ممكن اوقف شخص بالشارع ومباشرة بحكي له والله شو اسمك مثلا على سبيل المثال لان هذا السؤال يعني سؤال بس مش بطريقة اللي هي طريقة اللي المفروض تكون هيك يعني بولايت وتكون يعني بريستيجوس يعني لها بريستيجا الخاص فلما اجي اسأل انا استخدم هذا الدرس بيكون سؤالي انه بلا لو سمحت فيه عندك مشكلة لو حكيت ليشو كذا شو اسمك او شيء اذا انا بقدم تقديم معين بحيث انه السؤال يسأل بطريقة اللي هي بولايت او فورمال اذا اسكينج اكوستشنز ان ابولايت ان فورمال وي الان هذا الكلام الموجود في الازرق هون اللي هي الوظيفة بامكاننا نختصره في امتحان الوزارة لو طلبني ما هي وظيفة مثلا جاب لي سؤال معين على هذا الدرس وكتب لي انه ما هي وظيفة رح يمر معنا ما هي وظيفة استخدام اللي هو الانداريكت كوستشن اللي هو الانداريكت كوستشن السؤال غير المباشر في مثلا السؤال الموجود فوق الان لو ما كتبت له اللي بالازرق هذا اللي هون حرفيا لو كتبت له هون اللي هي اسكينج بولايتلي او فورمالي يعني اسكينج هاي اللي هون اما اسكينج بولايتلي او اسكينج فورمالي هذا اللي هون يفي بالغرض اللي هو السؤال بطريقة مؤدبة او اسكينج فورمالي اذا اسكينج بولايتلي او اسكينج فورمالي الان عشان نبلش في الدرس اخواني ابدا مش اشي صح يعني في وجهة نظري على الاقل اني نبلش والله سؤال ويلا نحل مباشرة هذا الكلام ما بزبط ففيه عنا مداخل معينة بحيث انه يكون فيه عنا دائما وابدا اللي هو ريفرنس اللي هو مرجع علمي اني ارتكز عليه لما اجي احل ففيه هون مداخل الدرس كالمعتاد يعني دروس القواعد اللي عليها العين هيك الان فيه لها مداخل شغلات معينة يعني كيف التحليل الى عوامل في الرياضيات مثلا انا والله ما بقدر انا ادخل فيه علم الرياضيات اللي لما مثلا يكون عند البيسيكس الاساسيات فهون نفس الفكرة فيه عنا اللي هو تحليل بتحكي تحليل العوامل فيه عنا هون اللي هي مداخل الدرس اللي بدي ابني عليها اللي هو الدرس اوكي الان اول شي لازم اعرف بدايات جمل الحل الان الطالب هيك مرات يعني هيك من فترة لفترة بيحكي ياخي فيه عنا دروس تحويل كثير طبعا ممكن انا اتخربط مش معرفني على اي درس هاي الجملة او هذا السؤال الان يا جماعة هون ما في توهان ان شاء الله نهائيا لما انا بدي اروح على امتحان الوزارة واجد جملة الحل الحل اللي تحت جملة الحل بلاقيهم بلشة باي وندر او كوديو تل مي او كوديو اكسبلين او دو يو نو او دو يو مايند معنى هذا الكلام بدي يكون على هذا الدرس اللي احنا فيه اذا اي وندر كوديو تل مي كوديو اكسبلين دو يو نو ودو يو مايند هذا اللي هون بيدل على انه على درسنا اذا وجود الاشياء اللي هون في بدايات جمل الحل اذا على درس الان داركت الان اي وندر معناها اتساءل اي وندر اتساءل اي وندر كوديو تل مي تخبرني يعني هل لك ان تخبرني كوديو تل مي كوديو اكسبلين هل لك ان توضح لي كوديو اكسبلين هل لك ان توضح لي explain يوضح do you know هل تعرف do you know هل تعرف و do you mind بمعنى هل تمانع في إلها طبعا do you mind إلها تكملة وإلها شغل خاص فيها لحال بنكملها لاحقا أكيد اللي وعثنا الدرس المقصود يعني بس إحنا كبدايات اللي عن I wonder انتهت هاي اللي هون period اللي هي فلسطوب نقطة بينما الباقي كله تحت انتهى اللي هو بكوستن مارك اللي هو علامة سؤال إذن I wonder هاي اللي هون تنتهي بإيش بنقطة يعني لما جملة الحل بتبلش بI wonder لما أنقولها على دفتر الإجابة لازم أتثبت أنه في نقطة ما في عندي علامة سؤال بالآخر الان could you tell me هاي و could you explain what do you know what do you mind هاي اللي هون ينتهي بعلامات أسئلة طبعا مش بالضرورة احنا مش this is not a piece of history يعني هذا مش تاريخ اني بدي أحفظ حفظ والله لا 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 الآن إذا بدأ السؤال بكد أو بدأ بدو بدأ السؤال بكد اللي هي جملة الحل أو بدأت بدو أو بدأت بI wonder معناها على هذا الدرس الآن could you tell me هو بكتب ليهاها الآن could you explain هو بكتب ليهاها do you know هو بكتب ليهاها do you mind هو بكتب ليهاها فهاي اللي هون إذن I wonder could you tell me could you explain do you know و do you mind هاي اللي هين بداية جمل الحل بداية جمل الحل أوكي إذن هذا من خلالهم بعرف أنه السؤال الفلاني هذا على درس اللي هو ال indirect question أوكي الآن هذا اللي هو مدخل لازم نعرفه الآن بننتقل لمدخل ثاني اللي هو أنواع الأسئلة اللي هي types of questions الآن الأسئلة طبعا نحن في صدد الإش اللي له علاقة في التوزيه ما بعد التوزيه الآن بدخل نوع ثالث من الأسئلة اللي هي الأسئلة القصيرة هاي tag questions الآن هاي اللي هون اللي هي الأسئلة القصيرة ما نلاش فيها الآن نحن بنحكي هون عن types of questions اللي داخلها معنا في التوزيه الآن في عنا نوعين من الأسئلة في عنا النوع الأول اللي هو ال wh وفي عنا النوع الثاني اللي هو ال yes or no إذن wh وفي عنا اللي هو ال yes or no الآن لما نجي نحكي عن سؤال ال wh هذا اللي هون اللي هو سؤال المعلومات سؤال المعلومات الآن سؤال المعلومات ليش اسمه سؤال المعلومات لأنه جوابه بدي يكون حبارة عن معلومة لما أنا أجي أحكي مثلا لسين من الناس أي عفوا بالله شو اسمك مستحيل يحكي لي yes أو no لازم يعطيني اللي هو معلومة وين ساكن بالله فلان مستحيل يحكي لي والله آ أو لا لن أبو بدي يعطيني معلومة إذن هذا اللي هون سؤال المعلومات اللي هو الWH الآن سؤال المعلومات بيهمنا إحنا فيه إنه بدايته إيش بالزبط بإيش بدي يبدأ سؤال المعلومات يبدأ إما بWH أو بيبلش اللي هي بكلمة how إذن إما WH أو بيبلش بكلمة how فالآن مثلا في عنا what, when, where مثلا why الآن أو بيبدأ اللي هي بhow how much, how many, how far مثلا إذن هذا شو بسمي اللي هو سؤال الWH إذن سؤال WH هذا اللي هون هو السؤال اللي هي يعني البداية تاعته بدأت تكون إما اللي هي WH أو شو بدأت تكون يا أخواني أو بدأت تكون اللي هي how الآن النوع الثاني من الأسئلة اللي هو سؤال yes or no الآن سؤال yes or no اللي هو سؤال نعم أو لا سؤال yes or no من اسمه yes or no نعم أو لا هل أنت بخير آه نعم معناها الحمد لله إذن الفكرة عننا اللي هو سؤال yes or no جوابه إيش بدي يكون اللي هو يا إما yes يا إما اللي هو no الآن السؤال اللي يصور نو هذا اللي هون الجواب هو نعم أو لا يبدأ يا أخواني بإيش هذا اللي هون بفعل مساعد لازم يبلش اللي هو بفعل مساعد لأن الأفعال المساعدة إما أفعال بي أو أفعال دو أو أفعال هاف أو أفعال المودلز إذن أفعال بي بلش السؤال مثلا بإز آر واز وير مثلا أو بلش بدو دز دد أو بلش السؤال بهاف هاز هاد أو بلش السؤال بويل كان مثلا كود وود إلى آخره إذن هذا السؤال شو بسمي يا أخواني اللي هو سؤال يس أو نو إذن في عنا هون اللي هو السؤال الأول النوع السؤال الأول اللي هو الـ WH والنوع الثاني اللي هو الـ yes or no سؤال الـ WH يا أخواني هذا اللي هون يبدأ بإما الـ WH أو بـ how وسؤال الـ yes or no هذا اللي هون اللي هو يبدأ بإيش بفعل مساعد فهذه اللي هي معلومة شو علاقتها في الدرس كل كل حادث حديث هيك بس نوصل هيك لجزئية معينة يبلش كل شغل هذا بنستخدمه بس الآن عشان نثبت حالنا بطريقة أو بأخرى الآن في عنا مدخل رقم ثلاث كلمة there لما تيجي في البداية في بداية السؤال الآن نعتبرها دائما فاعل طبعا هو مش there there مباشرة تبلش يعني مثلا is there was there are there where there مثلا فبعتبر هاللي هي فاعل الآن ممكن أكيد سؤال في بالكم الآن لابد أنه طب يا أخي مش فاهم كيف يعني there في البداية فاعل يا جماعة بس الآن كلمة وحدة الله يحفظكم يا رب كلمة there فاعل بس نقطة لما نوصل للحل رح يبين معنا كيف يعني there وشو يعني فاعل وشو الفائدة من أني أعرف معلومة زي هيك إذن كلمة there في بداية السؤال نعتبرها دائما إيش أخوان نعتبرها دائما فاعل الآن نقطة رقمها أربعة إذا بدأ السؤال بكلمة please إذا بلش بكلمة please إما أن نحذفها يا إما نحذفها للكلمة كلياتها كاملة أو ننقلها للآخر إذا بلش السؤال بكلمة please إما نحذفها أو ننقلها للآخر إذن بداية السؤال كان كلمة please ياب نحذفها ياب ننقلها للآخر الآن علميا ليش شو الفائدة من شيء زي هيك يعني أنا كلمة please بلش فيها السؤال ليه أنقلها للآخر أو أحذفها الآن عملية حذفها أو أبقاها في الآخر جائز على كل الجهات طب ليش إيش علميا شو السبب يعني لأنه إحنا الهدف أصلا من السؤال إيش الهدف منه اللي هو to ask formally أو to ask politely إنه نسأل بطريقة مؤدبة وكلمة please معناها لو سمحت معنا هذا الكلام وجود صيغة سؤال ال indirect questions بتسد بمكان وجود اللي هي كلمة please ما في داعي طيب لو نقلتها أنا للآخر وظلت please أوكي يعني يقال دائما زيادة الخير خيرين يعني ممكن أنا مثلا أطلب سين من الناس إنه بالله لو سمحت بعد إذنك الآن لو حكيت لو سمحت لحالة أو بعد إذنك لحالة الثنتين كافيات ممكن الثنتين من استخدمهم مع بعض مثلا الآن مش قضية نهائيا الآن بس معلومة صغيرة إذا بدأت اللي هي بكلمة please طبعا السؤال أكيد خطر في بالنا طبعا إذا كانت في الآخر بتجيبها للأول لا يا زمعها أكيد إذا في الأول بنقلها للآخر إذا في الآخر أبقيها أو أحذفها طيب إذا بزا بليز السؤال والله حط لي كلمة please في النص ما بزبطش يا أخواني هذا ليس إنجليزي يعني هذا مش إنجليزي إذا إذا بدأت السؤال بدأ السؤال بكلمة please بنقلها اللي هيها كلمة please للآخر أو بحذفها إذا صار في عنا أربع مداخل هون في عنا اللي هي بدايات الحل كيف بدي أعرف أنه الجملة أصلا أو السؤال بيطلب على هذا الدرس بيكون فيه بدايات معينة طبعا في الإنجليزي فيه كثير بدايات غير هاي البدايات بس إحنا اللي داخل معنا واللي لازم نعرفه البدايات هاي الموجودة عنا فيه هون وفي عنا اللي هو types of questions اللي هي أنواع الأسئلة في عنا WH حكينا هذا اللي هون يبدأ بإما WH أو بهاو وفي عنا اللي هو الyes أو no يبدأ بفعل مساعد حكينا عن كلمة there إذا كانت في الجزء الأول من الجملة شو بعتبرها هاي اللي هون بعتبرها فاعل وفي عنا كلمة please إذا كانت at the very beginning في البداية إما بنقلها للآخر أو مباشرة اللي هو حذف هاي اللي هي أربع مداخل بنكمل المداخل وندخل في درسنا إن شاء الله تعالى يلا الآن في عنا مدخل رقم 5 هون كيف نحدد أداة السؤال how to identify كيف نحدد أداة السؤال كلمة identify معناها يحدد نكتبها بالله ما لهاش علاقة هي بالدرس بشكل مباشر بس أكتبوها بالله عليكم الآن كلمة identify identify معناها اللي هي يحدد الآن كيف نحدد أداة السؤال الآن جزء فينا يا إخواني بيعتبر أداة السؤال الله يحفظكم يا رب هي الكلمة الأولى وانتهى الموضوع هذا شيء قاتل الله يحفظكم يا رب بدنا هون ننتبه زيادة عن اللزوم كثير مش شوي أداة السؤال يا جماعة الخير دائماً وأبداً هي ما قبل الفعل المساعد كله كامل هذا بسميه أداة سؤال يعني الآن what is this الإ obey الآن هاي اللي هون اللي هي أداة السؤال اللي هي what كاملة كل أداة السؤال طيب تمام الآن what time do you الآن هاي اللي هون do هاي الفعل المساعد معناها هون أداة سؤال وين يا جماعة الخير اللي هي what time هاي كل أداة سؤال لا لاحظوا هون كم هون كلمة هون كم يا أخواني كلمتين طبعا مصيبة إذا هستطلاني آه أنت قصدك كلمة كلمتين ثلاثة أربعة خمسة لا لا أكيد لا بس كفكرة الآن هون اللي هي كلمة هون كلمتين How many students have وين أداة سؤال هون اللي هي how many students have كلها أداة سؤال الآن لما أجي أحل إذا ما اعتبرتها كلها أداة سؤال لا سمح الله حلي غلط من أول إلى آخر ولا بأخذ شيء نهائيا May Allah protect you الله يحميكم يا رب إذن الفكرة وين أداة السؤال كل ما يسبق الفعل المساعد طب حددوا يا أخواني أداة سؤال وين هون اللي هي how much money هاي اللي هون اللي هي أداة الإيش أخواني أداة السؤال الآن لاحظوا إذن لازم أعرف أنه أداة السؤال مش بالضرورة تكون كلمة وحدة كل اللي بيجي قبل الفعل المساعد إيش بسميه ليه أداة سؤال كل ما يسبق يعني what proceeds الذي يسبق helping verb الفعل المساعد is called يسمى إيش يا زماعة اللي هو أداة سؤال WH word أوكي إذن كيف نحدد أداة سؤال هون اللي هو كل ما يسبق هاي كل ما يسبق الفعل الإيش أخواني هذا اللي هون اللي هو الفعل المساعد ممكن يخطر في بال جزء فينا طب يا أخي فرض ما كان في فعل مساعد افرض الفرضيات هاي اللي هون بعدها يا أخواني عن طريقنا نمشي في الدرس بطريقة صح الله يحفظكم يا رب لما نوصل لكل الجزئيات اللي بدنا إياها إذن كيف بدي أحدد أداة السؤال كل اللي بيسبق الفعل المساعد طب افرض لقيت أنا فعلين مساعدين والله أوكي أول فعل مساعد اللي قبله بسميه كله أداة سؤال إذن بالله عليكم شو بدأ نطلع هون في هيك جزئية صغيرة هل أداة السؤال هي فقط كلمة واحدة نونة تتول ممكن تكون كلمة كلمتين ثلاث أربعة خمسة عشرة ما ليش علاقة كل اللي جاي قبل الفعل المساعد بسميه اللي هو آي كولت بسميه اللي هو أداة سؤال أوكي الآن فيه مدخل كمان غير هذا المدخل والمدخل الرقم 6 الآن نعتبر صفة الملكية طبعا صفة الملكية فيه إشي في الإنجليز يسموه صفات ملكية وفيه شيء آخر اللي هو ضمائر ملكية ال-positive adjectives صفات الملكية وال-positive pronouns اللي هي ضمائر الملكية ما لناشي في ضمائر الملكية هون بحكي عن صفات الملكية اللي هي my his her أو you the its هاي اللي هون اسمها possessive adjectives هاي مش ضمائر ملكية أسمها صفات ملكية الآن my his her أو you the its باعتبرهم هم والاسم اللي بعدهم جزء واحد هم والاسم اللي بعدهم جزء واحد يعني لما أجي أحكي مثلا my car سيارتي الآن بقدرش أنا أفصل ما بقدر أفصل اللي هو كلمة my عن كلمة car خلص my car هذول الكلمتين دائما وأبدا following one another دائما كل واحدة فيهم تابعة اللي هي للثانية الآن لما أجي أحكي والله هون اللي هي your name ما بقدر أنا أفصل your عن name لازم أعتبرهم ايش أخواني هذول كتلة واحدة إذن صفات الملكية والاسم اللي بيجي بعدها شو باعتبرهم الله يحفظكم هذول جزء واحد ترى مر معنا معلومة زي هيك في المستوى الثالث الآن في درس اللي هو تحديدا يعني أول درس مرة علينا في درس اللي هو passive voice pattern اللي هو المبني المجهول لما وصلنا لحالات هيك زي حالات احتياطية أو شالات حكينا عن أس الملكية في عن الاسم اللي قبلها والاسم اللي بعدها دائما باعتبرهم as one block كتلة واحدة ونفس الشيء هون اللي هي صفة الملكية والاسم اللي بيجي بعدها باعتبرهم جزء واحد الآن طب أعتبرهم ياخي شو دخلوا في الدرس هذا اللي هون يا أخواني الله يسعدكم يا رب هاي اللي هون مداخل الدرس مضلش هاي نقطة رقم 7 نبلش في الدرس فورا مباشرة لما نيجي نحل كمان شوي في الدرس بيكون الحل هيك كلكم معي بنكون نحل بوعي بثقة يعني عارفين شو اللي بنشتغله مش والله انه فوضى يلا جملة وحل عليها ما بزبط هذا الكلام الآن هون في عنا اللي هي نقطة رقم 7 القانون الرسمي للحل الآن هسا كل درس المفروض فيه لقانون في الشغل الآن قانون الرسمي الأسئلة اللي احنا بنتعرض لها بدأتكون إما أسئلة WH أو أسئلة yes or no الآن ربما يتساءل طالب طب يا أخي احنا موجود في الكتاب عنا في جملة أمرية اللي هي الامبراتف سنتنسز هاي نوصلها كله كله بدأنا نحله إن شاء الله بس احنا القانون العام هيك الرسمي للدرس الآن WH والyes or no هلا إذا كان السؤال WH لما أجي أحل أول شيء بنزل أداة السؤال أداة السؤال اللي هي حكينا why, when, how much, how many كلمات الأداة السؤال الآن لما أجي أنا أنقل أداة السؤال إذا ما كنت أعرف 100% كيف how to identify كيف بحدد أداة السؤال معناها هون رح يكون في عندي خلل في النقطة الأولى لا سمح الله فعشان هيك المدخل اللي حكينا عنه قبل شوي اللي هو خمسة جدا مهم هذا اللي هون كيفية تحديد أداة السؤال إذن أول شيء انزال أداة السؤال هذا إذا كان السؤال اللي هو WH الآن بنروح بالله إذا كان السؤال yes or no الآن yes or no ما في عندي أداة سؤال أصلا yes or no حكينا يبدأ بيش أخواني قبل شوي يبدأ اللي هو بفعل مساعد إما أفعال بي أو أفعال دو أو أفعال هاب أو أفعال المودلز الآن بما أنه yes or no ببلشوا إما اللي هي بكلمة f أو بكلمة اللي هي وذر الآن f أو وذر بنتحدث عنهم في وقتهم الله يصدكم الآن هذول الثنتين بمعنى اللي هو فيما إذا أو إذا f أو اللي هي وذر الآن نقطة رقم اثنين آسو كان c يعني زي ما إحنا شايفين نقطة رقم اثنين سواء إذا كان السؤال WH أو yes or no هاي نقطة رقم اثنين نفس الشيء نقطة رقم ثلاث نفس الشيء الآن نقطة رقم اثنين اللي هو الفاعل ونقطة رقم ثلاث اللي هو المساعد الفاعل والمساعد يعني أنا فعليا فعليا إيش اللي بدي أحفظه إذا كان السؤال WH مستحيل أصلا بالمنطق يعني لما يشوف الطالب هيك مثلا سؤال الآن سؤال WH مبلش بY وWIN مستحيل يحذفها من الحل ما هي هاي أصلا هي اللي بتعطي المعلومة فإجبالي لازم تكون موجودة إذا كان WH ويسأل نون اللي هي نبدأ اللي هو الجواب بF اللي هي أو ذر خطوة رقم اثنين اللي هو الفاعل بعدين المساعد فاعل بعدين اللي هو المساعد الآن لا سمح الله ما الله فوربت يعني لا سمح الله خربطنا بين نقطة رقم اثنين ونقطة رقم ثلاث هون في مشكلة كبيرة بتشطب على العلامة كلياتها فاعل مساعد الآن فاعل مساعد حتى لو أخذتها من زاوية ثانية هاي اللي هون عشان ما تخربط فاعل اللي هو حرف الـ F يعني فاعل الآن فاعل ومساعد فاعل ومساعد الآن Fم أو Fم هاي اللي هون يعني ضروري ضروري جدا أني أحفظ ترتيبهم هذا اللي هون بالسيكونس الموجود عنها إذا فاعل بعدين المساعد أو من زاوية أخرى بناخذهم أنه دائما وأبدا متى بنروح للمساعدة آخر شيء إذا هاي المساعد ومسبوقة بايش باللي هو الفاعل فصار عنا في عنا ثلاث خطوات هون ثلاث خطوات هون الخطوة الأولى فقط مختلفة الخطوة الثانية والثالثة اللي هي فاعل وبعدين ايش زماعة اللي هي المساعد لأن المرحلة اللي بعدها مباشرة نبلش هذا القانون نطبق عليه اللي هو أسئلة بعون الله تعالى Thank you يا رب يعطيكم العافية الآن أخواني بدنا نشوف اللي هي مجموعة أمثلة الآن مجموعة أولى في عنا خمس أمثلة هون بدنا نشوفهم الآن السؤال في عنا هون What have you prepared for the seminar What have you prepared for the seminar Seminar معناها هاي اللي هي ندوة تعليمية ندوة تعليمية Seminar نكتبها يخوان ضروري نكتبها هاي الكلمة هاي مهمة Seminar ندوة تعليمية الآن What have you prepared for the seminar الآن Could you tell me بسم الله الرحمن الرحيم أزاني السؤال الوزارة تماما زي هيك الآن أول شيء قبل ما أحل بدي أعرف هذا الدرس أو هذا السؤال على أي درس هذا اللي هون فبطل الله Could you tell me Could you tell me متى أنا بيبلش والله بcould ودو I wonder إذا كان الدرس اللي هو ال indirect questions أوكي الآن Could you tell me الآن حكينا أول شيء بدأ نتبه لنوع السؤال إيش نوع السؤال هذا اللي هون يسألنا ولا WH اللي هو WH بما أنه WH أول شيء بنزل أداة السؤال أداة السؤال الآن وين أداة السؤال يا جماعة هون اللي هي كل شيء يسبق الفاعل المساعد اللي هو أداة السؤال إذن خطوة رقمها واحد بننزل اللي هي وات هاي اللي هون بنزلها الآن خطوة رقمها اثنين بنروح لإيش حكينا في عنا فاعل ومساعد لأن مين هسا الفاعل بعدين المساعد دائماً وأبداً يا أخواني بنروح اللي هو على الفاعل هيك خطوة وبالرد نرجع على المساعد دائماً ليش؟ لأنه ترتيب السؤال في الأصل بدي يكون أداة السؤال بعدين مساعد بعدين فاعل طب لما أنا آجي أطبق تحت هون لازم أول شيء أداة السؤال بعدين الفاعل بعدين المساعد يعني بدي أمشي خطوة للفاعل بعدين بدي أرجع للمساعد لازم أمشي خطوة للفاعل بعدين أرجع للمساعد ممكن أرقمه مثلاً A B C الآن A بتنزل بعدين C بعدين B إذن A B C اللي هو A C بعدين اللي هو B بس بدي أنتبه الآن الفاعل قد يكون اسم قد يكون الفاعل ضمير قد يكون الفاعل مثلا صفة واسم كله رح نمر عليه إن شاء الله قد يكون الفاعل في Possessive Adjective فبدي أعرف شو اللي بنزله تحت يعني أنا مش فقط والله 1 2 3 بنزل 1 3 2 أو A B C بنزل A C B الآن ومباشرة بقل نقل حرفيا شو ما هي الكلمة لا بدأ انتبه الآن هذا اللي هون You اللي هو كامل هذا متكامل ما فيش شي يعني إذن What بنزل بعدها وهون اللي هي What You هي You الآن بعد الي You أيش أخواني برجع اللي هو للشيء الموجود اللي هو الفعل المساعد What You Have الآن بعد ال Have بكمل كل شيء زي ما هو يعني What You Have Prepared for the Seminar What You Have Prepared for the Seminar إذا بتلاحظوا الله يسعدكم يا رب وآهل ملاحظة إن شاء الله لأن الشيء المكتوب في الأحمر هذا اللي هون هذا مش ترتيب سؤال ترتيب جملة عادية ترتيب جملة عادية يا أخي وين مر علينا هذا ترتيب سؤال وترتيب جملة عادية في درس اللي هو نرجع هيك لو رجعنا للمستوى الثالث الآن في درس اللي هي أزمنة اللي هي Future Tenses اللي هي أزمنة اللي هو المستقبل مر علينا شيء زيك تفصيلي لأن أنا ما بيعنيني هذا الكلام حاليا لما أجي أحل هون بيعنيني اللي هو فيه عندي خطوات بدي أشتغل عليه الخطوة الأولى إنزال أداة السؤال نزلناها الخطوة الثانية الفاعل والخطوة الثالثة إيش هي اللي هي المساعد وحكينا فاعل بعدين مساعد فاعل بعدين مساعد أوكي فهاي اللي هي الجزئية الآن بنشوف السؤال الموجود عننا تحت هون Are you studying for the final exam Are you studying for the final exam لأن I wonder لأن I wonder بمعنى اللي هي أنا أتساءل I wonder أتساءل بداية إيش هاي اللي هون بداية سؤال Indirected question أوكي وح ولا yes or no طبعا yes or no ليش yes or no ما في عندي أداة سؤال ما بلش لها بwh ولا بلش بها إذن شنوع السؤال هذا الموجود هون اللي هو yes or no لأن كونه سؤال yes or no يبدأ بفاعل مساعد في أول شغلة لما أجي أحل بنزل اللي هو إيش أخوان اللي هي إما if أو اللي هي whether الآن هون I wonder الآن بننزل مثلا اللي هي if الآن هينزلنا اللي هي if الآن بعد ال if خطوة اللي بعدها الآن إيش عرف فاعل بعدين مساعد وين الفاعل يا جماعة هون اللي هو you if you هي you بعدين الخطوة اللي بعدها برجع للمساعد if you are if you are الآن بعدها اللي هي studying وبنكمل الآن السؤال للآخر الآن لاحظوا now notice my dear الله يحفظكم يا رب هاي اللي هون إيش يا جماعة الخير هاي اللي هون نقطة طبعا في الوزارة ما في داعي هيك نسأل أسئلة انت حال الوزارة يا أخوان والله العظيم مش اشي إنه رعب والله أبدا مش رعب يعني الفكرة أنه أسأل أحيانا أسئلة هيك في القاعد مثلا مرات إنه طب يخي يفرض باغتنا وهي كلمة باغتنا هاي الكلمة اللي بتعمل لي مشاكل نفسية يعني صراحة افرض أنه باغتنا والله وحط لي بالآخر هون علامة سؤال لما أنا أجي أنقولها برد عليه وإلا بحول على نقطة وبكون حدق وفهم لا لا شاء الله مش هيك يعني هو يستحيل يبدأ لنا بأي وندر وبيحط لي بالآخر اللي هو علامة سؤال مستحيل بتكون نقطة بس علي أنا هون بالنظر يا جماعة الخير إنه بنقول النقطة على دفتر الإجابة بطريقة صح طبعا ما في داعي طالب توجيه صراحة أبدا موحل السؤال يعني طب افرض نسيت النقطة يخصم ولا ما يخصم عليه توجيهي يعني توجيهي لازم أعرف يا جماعة بحكي دايما إذا بدنا نطلع مشوار معين ثقوا تماما ما بننسها ولا إشي لا صغيرة ولا كبيرة يعني لا حاجة ولا داجة بننسها وقفت عندي دراسة هسا والله أنسة وأتخربط لا نتوكل على رب العالمين ما في نسيان في عندي نقطة بنقوله النقطة نقطة انتهت الآن في عنا هون علامة السؤال بتكون موجودة علامة السؤال بنقول علامة السؤال الموجودة زي ما هي إذن هون الآن بالله نرجع بس للي فوق عشان نستفيد منه أكثر شوي الآن نتخيل السؤال بعينكم الله غطيت على كلمة هاي وط مش موجودة نتخيل السؤال الآن هلما أجي أحل أول شيء ما في أداة سؤال إذن شو بدي أنزل if أو whether هينزلنا مثلا if بمكان اللي هي الوط طب هل you will have الخطوتين اللي بعد بتغير عليهم شيء نونة تتول لأن احنا حكينا كم في عنا خطوة ثلاث خطوات مين الخطوة المتغيرة اللي هي أول خطوة في الحال هي اللي بتتغير حسب إذا كان عنا سؤال WH أو إذا كان عنا سؤال إيش أكواني اللي هو يسؤل الآن I wonder إذن if you are studying for the final exam الآن بدي أحط I wonder whether you are studying for the final exam وارد عادي جدا الآن يقال it's said يعني يقال إنه لما يكون في عنا بالآخر كذا or not الآن بنحط اللي هي whether الآن هذا شيء حلو وإنجليزي على فكرة بالمناسبة proper English يعني إنجليزي عن جد جميل بس في عنا في الكتاب نفسه أحيانا بيكون مستخدم كلمة whether وما في بالآخر or not فطبيعي يعني اللي بدنا نوصله إيش هو اللي بدي أوصله إذا استخدمنا if أو استخدمنا وذن نفس الشيء طب الآن يخطر في بالطالب مباشرة سؤال طب يا عمي أنا بستخدم هاي وهاي طب خلص وذن بدي ألغيها من قاموسي لأبد الآبدين لهذا الكلام ما بزبط ليش ممكن واضع السؤال هو يبدأ لي بكلمة وذن فإذا ما كنا ما أخذينها بعين الاعتبار إنه وذن هي بديلة عن ال-F بديلة عن ال-F فراح أحطي زيادة الخير خيرين بحط كمان بعد وذن اللي هي F هاي اللي أنا تشط طب على السؤال كله كامل الأول والآخر فلازم أكون أنا أعرف معرفة إنه وذن هي بديلة عن ال-F بس اللهم إنه ما بستخدم مؤمن ثنتين وراء بعض قد يخطر في بالنا سؤال آخر طب أنت بتفضل اللي هي هاي ولا هاي صراحة أنا بفضل اللي هي F ليش الآن كلمة وذن ممكن أكتبها بطريقة ثانية مثلا W-E-A-T-H-E-R مثلا هاي معناها مثلا طقس على سبيل المثال الآن طب والله أنا يعني أتقوا الشبهات نبعد عن ال-I-S اللي فيه هيك شبهات وبالنهاية You can choose يعني تختاروا لبداكم يا بس هاي اللي هون اللي هي عيسر الآن Is there a cultural center near here الآن Do you know نطلع نو السؤال يا حضرات شو نو السؤال هذا اللي هون اللي هو Yes or No ليش Yes or No إما لأنه بدأ بفعل مساعد أو لأنه ما بدأ ب-W-H إذن Yes or No على كون السؤال هذا اللي هون Yes or No أول خطوة في الحل إيش بدي أعنزل اللي هي F الآن F هينزلنا اللي هي F بعد ال-F الآن عم فيه عنا هون اللي هو بعد ال-F بده يكون اللي هو الفاعل الآن الفاعل الموجود عنا هون يا زماعة اللي هو ذير شو حكينا بالمداخل قبل شوي منذكرين شغلة إنه ذير في البداية هيا زيها في الجزء الأول بعتبرها إيش هاي اللي هون فاعل لأنه إذا ما حكينا معلومة زي هيك وإنجليزيت شوي متواضعة الآن ممكن وأروح مثلا والله شكله على كالتر سنتر هاي اللي هون اللي هي الفاعل لا ذير إذا أجت في البداية وجابوا عليها وزارة وموجودة في الكتاب بعتبرها اللي هي الفاعل إذن If الآن بعدين اللي هو الفاعل اللي هو ذير هاي ذير It doesn't matter يعني مش قضية بس الآن لوجيكلي منطقيا كطالب توجيهي بعد 14 سنت دراسة لما أنا أنقول اللي هاي اللي هون الآي ما بنقول هاش اللي هي capital هاي بنقول هاي اللي هي small أكيد اللي هي If there is الآن A cultural center بكتبها زي ما هي وفي عنا اللي هي near here بكتبها كل يات شيء زي ما هي إذن هاي اللي هون اللي هي التكملة عادي ما بتغيرش عليها ولا شيء بنزلها As it is كما هي يعني ما بغير عليها شيء إذن Do you know If there is وبكمل الآن بنطلع على الأسئلة هون سؤال 4 و 5 الآن How many students will you test الآن هذا السؤال اللي هون Do you mind telling me طبعا mind جاي لها لها شو الخاص فيها لحال Do you mind بس الآن بنحلك سؤال طبيعي عادي ما فيه شيء الآن Do you mind بداية إيش يا حضرات هاي اللي هون بداية سؤال indirect question يعني على أي درس أوك الآن How many students will you test الآن السؤال إيش هذا اللي هون W-H خطوة واحد إيش أخواني أداة السؤال لا سمح الله May Allah forbid يا ربي الآن لو راح الطالب كتب هون How لحالها وانتقل للخطوة اللي بعدها May Allah protect you يعني صفر تشطيب كلها يعتها من أولا لآخرة ولا ما أخذ شيء نهائيا إذن هون لازم أغرف أنقول أداة السؤال طب يا ترى هل أداة السؤال هي هاو لحالها لا طب هل هي هاو مني لحالها عشان هيك لما نأخذ مداخل الدرس بنشتغل شغل توزيهي صح يعني لازم أعرف أداة السؤال كل ما يسبق الفعل المساعد كلمة كلمتين ثلاث أربعة بالنسبة لي dozen matters يعني مش قضية what matters is القضية هي أني أعرف اللي هي to identify properly أني أحدد بطريقة صح إذن هون كل ما يسبق الفعل المساعد شو بسميه هذا أداة السؤال نبلش في الحل الآن هاو هاي بنزل هاو بعدين مني الآن هاي الخطوة رقمها واحد خطوة رقم اثنين لوين بدنا نروح لي وين الفعل وين الفعل موجود لو قلنا هيك بعدين نرجع a b c بدأتصير a c بعدين اللي هي you برجع الآن will وفي عن اللي هي test بنزل كل شيء as is كما هو بدون تغييرات إذن do you mind telling me how many students you will test الآن what is your major major بمعنى هون تخصص major بيجي معناها رئيسي كصفة و major معناها اللي هي تخصص في الجامعة يعني what's your major could you tell me نوع السؤال WH خطوة واحد في التحويل إيش هي اللي هي أداة السؤال وين أداة سؤال حضرات هون what الآن خطوة اثنين بنروح لأوين يا جماعة اللي هو للفاعل الآن الفاعل هون هون عنا اللي هو is your major الآن وين المشكلة هون لو رحتنا قلت كلمة you لحالها هاي هون في كارثة لا سمح الله فهون your شو حكينا في مداخل الدرس اللي هسا لما نيجي نحل نحل بطريقة هيك صحيحة يعني الآن حكينا عن your إنها صفة ملكية شو حكينا عن هاي صفة الملكية بيزي وراها اسم هي والاسم اللي وراها جزء واحد ما بقدر أفصلهم عن بعض معنا هذا الكلام your بقدرش أكتبها لحالها مضطر أكتب اللي بعدها إذا كان صفة بعدين اسم بأكتبها هي والصفة والاسم إذا كان اسم بنقول هاي والاسم إذن هون what بعدين اللي هي your major الآن بعدين شو في عنا برجع اللي هو المساعد اللي هو is إذن what your major is الآن هاي اللي هون مش مستساغة هيك لجزء فينا إنه يا أخي سؤال انتهى بإز عادي عادي ما في شيء والله العظيم عادي طبيعي والحياة حلو عادي مشكلة بالمرضة إذن what your major is هذا اللي هون لأنه مش ترتيب سؤال هذا اللي هون ترتيب أيش أخواني ترتيب اللي هو زملة عادية وليس سؤال طب الله يا خالد سؤال هيك خارزي يعني بما أنه ترتيب هذا اللي هون ترتيب زملة عادية طب ليه علمت السؤال في الآخر هاي اللي هون علمت السؤال يا أخواني بالآخر عشان بداية السؤال could you tell me هذا اللي هون بداية سؤال هذا معناها عشان هيك علمت السؤال ما إلنا فيها هاي اللي هون اللي بنسميها اللي هي معلومة هامشية يعني أو معلومة عابرة إيش معنى معلومة عابرة في الإنجليزي تعرفوا قد يكون أهم من الدرس نفسه أنه نعرف المصطلح هذا وإذا قدرتوا تستخدموا somewhere في مكان معين اللي هي passing هاي passing remark معناها اللي هي معلومة عابرة أو هامشية passing remark معلومة هامشية أو عابرة إذن يا زماعة الخير هون في عنا اللي هو طرق التحويل حكينا أو خطوات تحويل في عنا سؤال WH له ثلاث خطوات سؤال يسعر نؤلو كمان ثلاث خطوات سؤال WH انزال أداة السؤال لازم أعرف how to identify كيف بدي أحدد أداة السؤال بطريقة properly بطريقة جيدة وخطوة رقم اثنين اللي هو فاعل بعدين مساعد فاعل فاعل اللي هو الفا فاعل مساعد فا بعدين ميم FM فم يعني فاعل بعدين مساعد فم 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 عادي فاعل بعدين مساعد هذا الطالب بس بيحكي والله أنت حكيت لنا ثم اللي هي الأم وإذا كان السؤال يسؤل نو حضرات كيف الشغل فيه الله يحفظكم يا رب الآن أول شيء اللي هو أنزال F أو ذر ونقطة رقم اثنين اللي هي الفاعل بعدين المساعد فاعل يعني بقلب ترتيب السؤال بقلب ترتيب السؤال هاي اللي هون جزء من الأمثلة الآن نستبدأ ننتقل لشغلات اللي هي علاقة اللي هي بأفعال دو كيف دا تعامل معها ودو ماين جزئية معينة إن شاء الله تعالى thank you very much يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الآن بدنا نشوف أمثلة الآن الآن الجزء اللي هون اللي هو علاقة اللي هي بأفعال دو المساعدة سواء كانت اللي هي does أو do أو did الآن هاي الأفعال المساعدة بدها شغل بدها شوي تحذر يا زماعة الآن نشتغل بسم الله الآن where does أحمد go daily الآن could you tell me بداية السؤال هذي اللي هون بتدل على أنه يسؤل اللي هو سؤال عفوا على الدرس اللي هو الانداريك question الآن نوع السؤال الموجود عنه هون اللي هو سؤال w h بما أنه سؤال w h إذن وضع طبيعي جدا بدي أبلش أول شيء بأعدات السؤال أعدات السؤال إيش هي هون اللي هي where هاي بننزل اللي هي كلمة where الآن خطوة رقم 2 الذهاب لأوين إخواني اللي هو للفاعل وين الفاعل هون اللي هو أحمد إذن where أحمد where أحمد الآن برجع للفاعل المساعد حكينا بنروح خطوة وبنرجع اللي هي خطوة الآن الفاعل المساعد هون does إذن نزلت where أحمد does go الآن هاي اللي هون في الوزارة هاي بتشطب عليها تماما الآن ننسى موضوع إنه ممكن أستخدم أفعال do من باب to emphasize عشان أأكد I do thank you for watching مثلا أنا بشكركم كثير الآن والله she does go هي 100% تذهب مثلا المكان الفلاني he does right هو 100% بيكتب right assess مثلا اللي هي مقالات هذا بنحطه على جهة هذا اللي هون وبنشتغل الآن شغل اللي هو شغل اللي هو علاقة في الوزارة الآن ويرا أحمد برجع الآن الفعل المساعد الفعل المساعد هو does لأن لما أنا أشوف هون الفعل المساعد يا أخواني do أو does أو did بده شغل من نوع معين الآن إذا كان do هذا اللي هون يحذف وإذا كان does يحذف وإذا كان في عنا did يحذف الآن do يحذف وهاي اللي هون لا تغيير يعني ما بنغير على الفعل شيء إطلاقا الآن does اللي هون تحذف هاي اللي هون نضع الآن بنشوف does بالله هاي اللي هون أحلى حرفين فيها اللي هما is هاي نضع اللي هو إما as أو is للفعل نضع إما as أو is للفعل كمان شوي بنشوف ليش علميا هذا الكلام بيصير هلا did إذن هون نضع الفعل هذا اللي هون نضع الفعل the two اللي هو أيش أخواني verb two إذن do does و did هذول اللي هون الثلاث إيش بنعمل فيه ما دول الثلاث بيحذفوا الآن do تحذف وما في تغيير نهائيا does تحذف بنحط as أو is الآن did تحذف ومنرجع الفعل اللي هو verb two الآن بنطلع شوف يا عنا هون اللي هي does هلا does هاي اللي هون وننشطبها الآن بروح للفعل اللي هو go الآن الفعل go بيأخذ يا إما s أو is طبعا أكيد حسب قواعد مرة معنا زمان الآن هاي اللي هون goes والآن في عنا التكملة اللي هي daily hi daily الآن ممكن يتساءل الطالب طب يا أخي ليش علميا أنا ليش ما بدي أحفظ حفظ يعني أوكي تمام الآن where حكينا هون رجع ترتيب جملة عادية مش سؤال where أحمد لو خليتها هون where أحمد go اللي عن أحمد go ما فيه صراحة أنا ما أمر عليه في الإنجليزي كله كامل أنه يكون فيه عنا جملة مضارع بيكون فيه عنه اللي هو الفاعل مفرد والفعل بدي يكون اللي هو في حالته الأولى تصريف الأول اللي هو هذا مش موجود إطلاقا طب شو الحل معناها إجباري اللي هو إيش أخوان اللي هو وضع as ou is أحمد goes هيك صارت اللي 100 ميصة زمن السؤال اللي فوق مضارع بسيط زمن الجواب اللي تحت هذا اللي هون أو زمن الجزئية هاي اللي هون كمان مضارع بسيط وأنا هون بحافظ على نفس الزمن إذن where أحمد goes daily طيب نستفيد من السؤال اللي فوق رح أنه فيه تحت هون الآن لو كان عنا dead مثلا ننسى أنه ما تزبطش مع daily بس أنا بدي كفكرة يعني لو كان في عنا هون dead الآن dead تحذف والفعل شو بنا نضعه اللي هو verb 2 شو الفرب 2 من go اللي هو wind لو كان هون do بننسى أنه do ما بتزبطش مع أحمد نفترض انها do هاي اللي هون تحذف والفعل I keep it as is بخليه اللي هو زي ما الآن هون بنتطلع did your friend have an interview yesterday مثلا أو بغض النظر الآن بنتطلع هذا السؤال الموجود عننا هون يس or no ولا WH هذا اللي هون اللي هو سؤال yes or no الآن سؤال yes or no الموجود عننا هون ما بختلف الفكرة هاي الآن أول خطوة في التحويل اللي هي if or other إذن مباشرة هاي كتبنا هون الخطوة اللي هي رقمها واحد خطوة اثنين في التحويل بالروح للفعل هل الفعل هو you لحاله no not at all شو حكينا عن ما يهزو her or you their its هذول الpositive adjectives هذول بعتبر هما زائد الاسم اللي بيجي بعدهم as one block اللي هو كتلة واحدة إذن if وهون بعدها اللي هي your هذولها no not at all تحذف تماما طيب حذفنا did هاي اللي هون الفعل شو بدو يصير verb two شو الفرب two من have هو had إذن هاي اللي هون اللي هي had وبكمل اللي هي an interview اللي هي زي ما هي وبالنهاية كونها I wonder معناها اللي هي بدها تكون نقطة إذن I wonder if your friend had had هو التصريف اللي هي يا شيخوان الثاني من الفعل have إذن هاي اللي هون did حسنا لما أجي أطلع علميا اللي صار معي شيء زي هك ديت شو زمنها يا جماعة هاي زمنها ماضي الآن ماضي معناها السؤال لازم يحافظ على نفس الزمن if your friend had an interview بمعنا اللي هو أجرى مقابلة عمل مقابلة الآن do you speak any foreign language هل بتتحدث أي لغة أجنبية do you speak any foreign language الآن do you mind telling me نوع السؤال إيش الموجود هون اللي هو سؤال yes or no خطوة واحد في الحل إيش يا جماعة بعمل اللي هي انزال اللي هي if الآن هاي نزلنا اللي هي if خطوة رقم اثنين بروح اللي هو للمين للفاعل الآن الفاعل هون you إذن if you خطوة رقمها ثلاث برجع اللي هو للفعل المساعد شو الفعل المساعد عنه هون اللي هي do هسا الفعل المساعد do هذا اللي هون شو حكينا اللي هو يحذف وإيش ما في تغيير نهائيا معناتها هاي do اللي هون اللي هو حذفتها وبكمل مباشرة if you هون speak if you speak وفي عنا التكمل اللي هي any foreign language بكملها اللي هي زي ما هي any foreign language الآن foreign language معناها اللي هي طبعا لغة أجنبية إذن دون إيش عملنا فيها هاي اللي هون حذفناها ومباشرة خلاص بحذفها لك أنا موجودة إذن if you speak مباشرة الآن علميا إيش اللي صار عنا هون الآن do you speak زمنها اللي هو سؤال في زمن المضارع إلا أنه بنتطلع if you speak طب لأي ما حطينا أسويس ما بزبط يا زمان الفاعل أنا مش قاعد أغير فيه بالمرة بما أنه هون الآن الفاعل you معناها اللي هي هو verb ولا حاله طب الله لو كانت هون does لو كانت هاي does he does شي بيغض النظر إلا أن لما أنزل speak إيش بدأتصير هاي اللي هون بدأتصير speaks طب لو كانت يا حضرات هاي did اللي هون did بنحذفها والفعل شو بدو يكون اللي هو بربته إذن هون do you speak any for the language بدأتصير إلي do you mind telling me if you speak any for the language فهاي اللي هون حل زملة اللي هي رقمها ثمانية الآن هون بدي أحكي شغلة صغيرة هيك بعينكم الله الآن لو فلنفترض كان عنا هون اللي هو do you وفي عنا هون do بعدها بدي أشيل هذا نحذف هاي اللي هون do you وكان في عنا هون do you do your research مثلا هاي اللي هون الآن وفي عنا هون اللي هو الحل نطلع هاي اللي هون شوية مشكلة أوكي بسم الله الآن do you do your research do you mind telling me خط ورقم واحد في التحويل شوية اللي هي F كتبنا F خط ورقم اثنين في التحويل الذهاب للفاعل وين الفاعل you كتبنا you الآن خط ورقمها ثلاث اللي هو بروح للمساعد برجع له هاي اللي هو المساعد شو بعمل فيه هذا اللي هون بحذفه حذفنا هالإشي بتغير بعد لا إذن هون if you do you research بكملها زي ما الآن السؤال والفكرة وين في جزء فينا الله يحفظكم يا رب قال لك خلاص do does dead انت قلتنا بنحذفه ذول فوين ما شافب وجهه do does dead وين ما شافب وجهه مباشرة شطب 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 ما بزبطي أخواني الآن هذا اللي هون اللي هو فعل هذا اللي هون فعل رئيسي ما بقدرش نشيله هذا اللي هون إذا حذفته والله بتصير if you you research همفش لا معنى مبين ولا قاعدة مبينة ولا إنجليزي ولا لو دخل معناها أنا بحذف وين يا جماعة اللي هو الفعل المساعد إذن أفعال دول مساعدة اللي بيصير عليها تغيير مش الرئيسية طب يا خنا بخربط أنا والله هاي do والله لفضتها do هاي اللي هون لفضتها do نفس الشيء هذا شو معرفني إنه أي واحد فيهم فعل الفعل المساعد موقع وين يا جماعة دائما قبل الفاعل قبل الفاعل قبل الفاعل هذا الفعل المساعد إذن هذا اللي يحذف هذا اللي هون مالوش علاقة نهائيا طب الله نستفيد منها من زاوية ثانية يا رب إنكم كتبتوا هيك جزئية رح نحل عليها كثير طبعا الآن لو كان عنا هون اللي هي مش دول لو كانت هاي اللي هون اللي هي does هاي does وفي عنا هون اللي هي does يا أخي هاي مساحبة سبحان الله الواحد هيك متعود عوج عوج أحيانا الآن does وفي عنا هون does he do وكملها للآخر زمدة والآن does he do يلا نشوف نحلها هاي اللي هون إيش بدو يطلع اللي هو الحل بسم الله الآن does he do وكمل إيش للآخر الآن هون do you mind telling me بسم الله خطوة رقم واحد إيش اللي هي أنزال if نزلنا if خطوة رقمها اثنين الذهاب لمين يا زماعة للفعل المساعد وينو يا حضرات اللي هو هي إذن if he خطوة رقمها ثلاث برجع للفعل المساعد وين الفعل المساعد اللي هو does رحنا للفعل اللي هو هي برجع للمساعد المساعد اللي هو does الآن does الموجودة هاي إيش عمل فيها كونها مساعد بحذفها طب لما أنا آجي أحذف does الآن بأخذ منها s أو is ومباشرة لمن للفعل شو الفعل اللي عنا هون اللي هو دو فشو بدو يصير if he is اللي هي does وبكمل الآخر الآن بالله عليكم بتسألكم سؤال هل does هاي اللي هون does هل هي ألف ولا با does هاي اللي هون اللي هي ألف ولا با مستحيل إذا طالب حكي مثلا دز اللي هناك و does هاي اللي هون مهم زي بعض معناته هاي انت قصدك عن هاي اللي هون لا مستحيل هاي اللي هون شو ما لها حذفت معناته does اللي هناك هي do هاي اللي هون بعد التغيير شو التغيير اللي صار عليها اللي هي does إذن بدي أنتبه أنا لأفعال do متى بينحذفوا في هذا الدرس حضرات إذا كانت أفعال ما لها مساعدة كيف دي أعرف أنها أفعال مساعدة بدها تكون اليوة قبل الفاعل قبل الفاعل هاي اللي بتنحذف هاي اللي بتنحذف أوكي الآن بنروح طبعا في عليه حل زمال بنحلها أكيد روح على جزئية هون يا أخواني إلها علاقة في do you mind وموجودة في الكتاب طبعا بدها شوي يتحذر هاي الآن do you mind في إلها أشكال أوكي طبعا في لها مداخل كثير ممكن ندخل إلى do you mind بس الآن بوجهة نظري الألطف شوي do you mind إلها أشكال قبل ما أكمل في سؤال خطير جدا ضع دائرة جدا خطير وسهل مي ما فيه شي إيش هو السؤال إنه mind إيش بيجي بعدها مباشرة آي إن زي الفاعل mind بيجي بعده آي إن زي ما بيتوه والله ما بيتوه الآن mind وأجاب لي فراغ بعده هاي اللي هون آي إن ونتخيل هاي زي هاي اللي هون إذن mind إيش بيجي بعده دائما آي إن زي يعني لما نيجي نحل زمل الآن رح نشوف أي إشي مكتوب فيه do you mind معناته آي إن زي فورا مباشرة بعده إذن do you mind بمعنى هل تمانع هل تعارض do you mind الآن إلها شكلين إما الشكل هذا اللي هون do you mind أو do you mind telling me الآن بالنظر ننسى الإنجليزي بالنظر مين فيهم مختصرة الأصغر هل هي do you mind ولا do you mind telling me الأصغر المختصرة اللي هي do you mind هاي اللي هون مختصرة الآن كاتب خالد هون إذا اختصر واضع السؤال يعني إذا كتب لنا do you mind لحالها نحن نختصر إذا اختصر إحنا بنختصر يعني إذا هو مثلا اختصر إلا معناته إحنا نفس الشي بنختصر الآن وإذا لم يختصر فيمنع الاختصار آه شو هذا اللي هون شو هذا زي كأنه حجاب اللي بحكي فيه لا الآن إذا اختصر واضع السؤال كتب لي do you mind أنا بختصر بختصر وإذا ما اختصرش كتب do you mind telling me موجبني يعني كثير do you mind telling me ممنوع أختصر الآن عشان أعرف أحل عليه هذا اللي هون أول شي لازم أعرف شو تعريف الاختصار إيش يعني الاختصار إذا اختصر يعني أنا بختصر شو يعني أختصر إيش قصدك فيه أختصر الاختصار هو وضع ing فورا لمين يا أخواني للفعل أو الفعل رئيسي إذن الاختصار له تعريف اللي هو وضع ing لأول فعل رئيسي إذن إذا اختصر واضع السؤال إحنا بنختصر وإذا ما اختصر واضع السؤال أنا ممنوع أختصر طب شو يعني ممنوع أختصر يعني بحل حل كامل حل طبيعي حسب الخطوات الموجودة إذا اختصر واضع السؤال أنا بختصر إذا ما اختصرش بحل حل كامل الآن هذا اللي هون أكيد كلام vague غامض لحد ما الآن ناخذ عليه اللي هو أمثلة بيعون الله تعالى أوكي الآن هاي اللي هون جزئية إذن إذا اختصر واضع السؤال أنا بختصر إذا ما اختصر بحل حل كامل شو يعني تعريف الاختصار ووضع ING والمعلومة ما ننسى معلومة اللي هي الضهدائرة بالله عليكم هاي Mind بيجي بعدها إيش أخواني اللي هو ING ما بتتوه Mind هاي IN معناته Mind اللي هي ING فورا بدنا نأخذ اللي هي أسئلة الآن على DO YOU MIND مباشرة إن شاء الله الآن أخواني بدنا نشوف اللي هي الأمثلة على DO YOU MIND الآن DO YOU MIND حكينا لها كم شكلين اللي هم شكلين أما اللي هو DO YOU MIND المختصرة أو DO YOU MIND TELLING ME يعني أما DO YOU MIND أو DO YOU MIND TELLING ME الآن حكينا قبل شوي إذا اختصر واضح السؤال فأنا باختصر في الإجابة وإذا ما اختصر ما باختصر طبعا هسا لما نيجي نحل هون بدنا ننتبه إننا في حالة معينة مش حالة استثنائية يعني اللي هي حالة بدها انتباه من نوع آخر الآن بسم الله الرحمن الرحيم أول شيء نحل المثالين اللي هون اللي هو على اللي حكينا وبنشوف على اليمين الآن لو قدام فيه شغلة بدها تركيز أكثر الآن في عنا هون HELP ME MOVE THE TABLE PLEASE وفي عنا DO YOU MIND يارب الآن DO YOU MIND هاي الموجودة هون DO YOU MIND مختصرة ولا شكلها الكامل هاي مختصرة بما إنه اختصر لي واضع السؤال وكتب بس DO YOU MIND لحالها فأنا أختصر يعني بروح على أول فعل وبنحط له إيش يا إخواني ING معناها أول فعل هون HELP مباشرة HELPING إذن DO YOU MIND HELPING وبكمل كل شيء زي ما هو ما بغير فيه ولا إشي اللهم إنه إذا كلمة PLEASE بدنا نحذفها نحذفها لأنه لو حذفتها كلمة PLEASE بتدل على إشي محترم مو هيك يا إخواني لو شلت أنا كلمة PLEASE ضل السؤال بطريقة محترمة ليش؟ لأنه DO YOU MIND أصلاً بداية هذا الدرس ودرسنا كله كامل الوظيفة منه إني أسأل بطريقة مؤدبة أو محترمة إذن DO YOU MIND HELPING الآن طالب من الطلاب قال لك لا إيه عني أنا هذا اللي هون DO YOU MIND بداية الدرس بدي أنا أكتب DO YOU MIND TELLING ME وبدي أحل بعدها حل عادي حسب الخطوات طيب فلنفطرد كتب DO YOU MIND TELLING ME بعدين إيش بدي أكتب بعدها بدي يطلع على السؤال نوعي هذا اللي هون لا سؤال هيك ولا سؤال هيك إذن بدي أنتبه بما أنه اختصر لي أنا باختصره بحط اللي هي ING مباشرة نستفيد من الجملة من زاوية ثانية A different angle اللي هي زاوية ثانية الآن MIND إيش نحط وراها هون اللي هو ING يعني نتخيل هذا اللي هون سؤال اللي هو multiple choice اللي هو سؤال ضع دائرة يعني الآن MIND وأعطاني فراغ بده يوضع هون اللي هو ING الآن CAN YOU ANSER SUCH QUESTIONS الآن DO YOU MIND اختصر ولا ما اختصر أخواني اختصر إذا اختصر أنا باختصر له الآن باختصر له يعني إيش ING لمن يا جماعة لأول فعل رئيسي هل لا سمح الله راح أحكي DO YOU MIND CANING مثلا هاي اللي هون ومش بس هيك هل لا بروح أضعه في الان على أساس أنه فيه قبل حرف علا هاي لا لا أكيد لا الآن OU YOUING هاي اللي هون مستحيل وين أول فعل ANSER إذن DO YOU MIND ANSERING SUCH QUESTIONS إذن هاي اللي هون DO YOU MIND وبعدين إيش بده ينكتب هون اللي هي ANSERING وفيه عنه هون SUCH اللي هي QUESTIONS الآن ممكن طالب يتساءل مثلا شو سؤال شو سؤال حلو لطيف جدا وسؤال علمي طب يا أخي أنا جاب لي إشي زي هيك كنت مرتاح نفسيا كثير وإن شاء الله دايما أكيد يا ربي يا الله فبدي أنا أحل DO YOU MIND TELLING ME أنا بدأ أكمل من عندي TELLING ME وبدأ أحل السؤال زي ما كنا نحله أول هون جائز عادي عادي ما فيش مشكلة هون عادي بعطي نفس الحل في النهاية يعني نفس المقصود نفس الصحة ونفس الدقة في الشغل نفس الشيء بس هون ما بزبوطش أصلا هون ما بزبوط نهائيا فلازم أعرف معلومة الاختصار إجبالي لازم أعرفها يا إخواني إذن Can you answer such a questions Do you mind الآن مباشرة answering اللي هو such a questions أو Do you mind اللي هو telling me If you can answer If you can answer such a questions عادي الآن أنا خايف لا سمح الله إذا وقفت المعلومة هون في خطر كبير جدا إنه والله اختصر أنا باختصر وما اختصر أنا ما باختصر بحل حل كامل لازم عشان تكمل المعلومة لأنه للعلم أداة في الأخذ يعني المقصود لازم أقتل المعلومة يا كلها يا ما بديش أنصاف المعلومة تقتلها يا إخواني فعشان تكون المعلومة مكتملة إذا كان السؤال عنه نطلع إذا كان السؤال أو كان yes or no يبدأ بأفعال do أو يبدأ بأفعال have أو أفعال be فيمنع الاختصار أعيد إذا كان السؤال يبدأ سؤال wh أوكي خلصنا منه أو كان yes or no ويبدأ بأفعال be وأفعال do أو أفعال have يمنع الاختصار معناها إذا كتب لي هو do you mind أنا مجبر أكمل do you mind telling me وبحل حل عادي هذا متى إذا كان السؤال wh أو كان السؤال yes or no يبدأ بأيش إما بأفعال be أو أفعال do أو أفعال اللي هي have هسا نفس القاعدة ممكن أخذها من زاوية أخرى من زاوية ثانية متى أنا كطالب مجبر على الاختصار مع do you mind خلص مجبر أحط ing فورا إذا ما كانش سؤال أصلا زي اللي فوق هاي مش سؤال أصلا أو إذا كان عندي اللي هو سؤال يبدأ بأحد أفعال المودلز يبدأ بأحد أفعال المودلز هذا اللي هون فهون لي الخيار بدي زي ما حكينا قبل شوي إما إذا كان فوق هاي جملة عادية فأنا مجبر 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 إني أختصر مباشرة إذا لما أنا أجي أختصر إذا اختصر أنا بختصر إذا ما أختصر أنا ما بختصر بحل حال كامل الآن في حالات معينة يمنع فيها الاختصار شو ما الحالات؟ إذا كان السؤال ممنوع أختصر ممنوع أحط ing فورا وإذا كان السؤال يبدأ بأفعال بي أو دو أو أفعال هاف بي أو دو أو أفعال هاف يمنع فيهم الاختصار ودو أي مين باي ذات ما يدير شو قصدي في هذا الكلام؟ نتطلع هون بسم الله الآن what are you drawing؟ مثلا do you mind؟ الآن do you mind مختصرة لو وقفت المعلومة قبل شوي هناك جزء فينا ممكن يحكي أنت قلت لنا إذا كان في do you mind هاي اللي هون اختصر أنا باختصر باختصر بحط ing فجزء فينا بيحط what ing لا سمح الله هاي ولا are ing اللي هون بروح يشيل الإي طبعا هاي اللي هون على أساس أنه يحذف الإي هاي اللي هون أو you wing هذا كله الكلام هذا ضرب من ضروب الخيال طب إيش الفكرة عنه هون do you mind هو ما أعطيني إياها مختصرة بس هذا نوع السؤال إيش أخواني؟ هذا w h بما أنه السؤال هون نوع w h هذا اللي هون فيمنع الاختصار يعني آه يمنع الاختصار أنزل أول شي what بعدين you are drawing لا 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 مش هيك عمره ما جاب وزارة زيك بس على دورنا بيجي ما فيش مشكلة نهائيا طالب توزيهي لازم أعرف المعلومات هاي جبالي يا جماعة الآن do you mind أكملها أول شي شو تكملتها اللي هي telling me بعدين ببلش الحل الآن بسم الله what اللي هون هاي بنزلها بعدين بنروح للفاعل اللي هو you بعدين برجع للمساعد اللي هو are بعدين كلمة drawing إذن what are you are drawing الآن what are you drawing الآن هون what you are drawing إذن هذا اللي هون طب ليه أنا كمل telling me ليش كملتها telling me طب أنت قبل شوية ما كنتش تكمل هناك ليه كملتها هون كملتها لأنه هذا السؤال يمنع معه الاختصار طب كيف عرفتني يمنع معه السؤال ده باليؤتش ولا يمكن يعني هون لو حطيت مثلا حتى لو رحت drawing وممكن طالب لا سمح الله بيقول لك والله جاهزم جاهزم أي أنجا لحالة بس عليك you just cut and paste يعني زي ما هي cut and paste مباشرة الآن do you mind drawing لحالة مصيبة كارثة إذن do you mind أنا لازم أكملها اللي هي إيش do you mind telling me بعدين اللي هو بنكمل اللي هو السؤال حل طبيعي عادي الأصل الأصل إذا بدي يجيب لي شيء زي هيك do you mind telling me هو بكتب ليها هاي الأصل يجيب ليها جاهزم جهزة أنا علي بس أني أحل حل عادي بس كمان ندير بالنا as a preventive مجر كحل وقائي حل وقائي المصطلة أنا متأكد أنا كتبناه في هالزمنات ومش غلط نكتبه هون مرة ثانية preventive مجر معناها هاي اللي هون اللي هي حل وقائي a preventive مجر اللي هو حل وقائي ندير بالنا أوكي الآن ننزل لهون have you accomplished your tasks do you mind الآن والله أجع على بالي وقلت هون have you accomplished accomplished هاي اللي هون برجعها اللي هي لأ accomplished وبعدين ing أو بروح على do you mind الآن having you أو youing كل هذا الكلام خطأ هذا السؤال اللي هون سؤال إيش هذا يا حضرات هذا اللي هون سؤال اللي هو yes or no بدأ بأحد أفعال have إذن هون يمنع الاختصار معناها do you mind لحالها لا تكفي شو دوري أنا أعمل بضيف اللي هي telling me بعدين بحل فdo you mind هون telling me وبعد هاللي هي برجع حل عادي شنو السؤال هذا اللي هون yes or no إذن أول شي اللي هي if بعدين you if you بعدين have accomplished اللي هي your tasks بكمل كل شيء زي ما هو إذن do you mind الآن ملخصها إيش do you mind في لا شكلين إما do you mind المختصرة أو do you mind telling me إذا أعطاني do you mind المختصرة أنا باختصر نعرف الاختصار وضع ing لأول فهر رئيسي إذا ما اختصر بحل حسب الخطوات الموجودة الآن وإيش في حالات استثنائية على هاي الحالة الاستثنائية إذا كان السؤال WH أو إذا كان سؤال yes or no يبدأ اللي هو بأفعال B أو do أو have يمنع الاختصار طب يمنع الاختصار شو أعمل إذا أعطاني do you mind أنا بكملها telling me بعدين اللي هو بكمل الحل العادي إذن do you mind ممكن يعطيني إياها أنا بكملها telling me بعدين اللي هو اللي هو بحل الحل العادي حسب الخطوات الثلاث اللي كنا بنحكي عنهم والآن بدنا نحل إن شاء الله الجمل الموجود عندكم في الدوسية thank you very much أعطيكم العافية يا رب بسم الله الآن بدنا نشوف يا زماعة خلصنا الدرس بدنا نشوف الليل نحل الجمل مر عليها بشكل سريع الآن ال indirect questions بسم الله الرحمن الرحيم في عن الفنكشن حكينا في البداية اللي هو asking a question in a polite and formal way الآن شو اختصرناها هاي ذا بذكرين في البداية اللي هو asking formally أو asking politely asking formally أو asking politely الآن البدايات هاي حكينا عنها البدايات قبل شوي اوكي الآن could you explain could you tell me do you know do you mind telling me وكلنا آخر شي بنتحدث فيها واللي هي I wonder الآن as you can see الآن هاي اللي هون كليات النهايات ال endings اللي هون اللي هي custom mark الآن في عنا هون اللي هي period اللي هي stop اوكي الآن كيفية التحويل ما فيش داعي نمر عليهم اذا حابين تمروا على الاسئلة هون محلولة جاهزة يعني مش غلط بس ما فيش داعي يعني اذا كتبنا اغلب الاسئلة اللي قبل شوي او كلها فهذا is fair enough كافي جدا اوكي الآن بشوف هون حكينا قبل شوي كيف اللي هو كي بدي اشتغل في السؤال يجب الانتباه الى ان الفعل mind يأتي بعده ing نجي تشترح مع المعلم اللي حكينا قبل شوي اما مختصرة او بتكون اللي هي عادية الآن هسا الأصل ايش نكون اشتغلنا درسنا الاشئ اللي كتبنا قبل شوي تمام امورنا فيه ان شاء الله الآن وحاولوا تحلوا لحالكم لو طلع مثلا 70% في البداية يعني منهم صحيحات فهذا الشغل بيكون جدا ممتاز صراحة الآن بنطلع بسم الله الرحمن الرحيم الآن دو يو نو السؤال ايش يا جماعة هون اللي هو يسأل نو اذا خطوة رقمها واحد اف بعدين برجع لاز اف از وبكمل الشيء للآخر اذا بدي احذف بحذفها بدي اخليها اي كان كيف الآن what is the time please could you tell me what بنزلها بعدين اللي هو the time بعدين برجع لاز please بدي احذفها احذفها بدأ خليها خليها is it possible to improve your memory do you mind telling me الآن نوع السؤال هذا اللي هو yes or no اذا if it is possible if it is possible to improve your memory الآن what do you mean by mnemonics mnemonics اللي هو نظام تنشيط الذاكرة what do you mean by mnemonics could you tell me what بنزلها بعدين you do نحذفها ما في تغيير اذا what you mean يعني بس اسقطنا هاي اللي هون do كل شيء ضل نفس الشيء مرتب what you mean by mnemonics الآن what should i do on the day before the exam هذا سؤال جدا مهم what should i do on the day before the exam do you know بحط عليه مهم يا what بعدين i برجع على should what i should هل do هون تحذف مستحيل لي لأنه هون فعل ما له هذا فعل رئيس what i should do on the day before the exam what i should do on the day before the exam الآن في عندنا سؤال اللي بعد where is the library وين المكتبة could you tell me where بنزل ها the library is where the library is is there a library near here please do you know if there is a library near here please if there is who is that man who is that man do you know who that man is that man is is if is a and the if there is there is a man who that man is why isn't the train coming do you mind telling me why the train isn't coming why the train isn't coming where is the nearest bank please could you tell me where the nearest bank is where the nearest bank is how did you solve this puzzle حط على سؤال 11 مهم الله يسعد كم puzzle puzzle لغز أو أحجية solve معناها اللي هي يحل can you suggest a healthy breakfast do you mind اختصر ولا لا اختصر اذا انا باختصر مباشرة الي هو ing do you mind suggesting a healthy breakfast السؤال بالكتاب وحله هيك بس لو حل الطالب do you mind telling me if you can suggest كمان نفس الشيء بس الان كفكرة لازم تمر علينا شيء الحل للاختصار please help me to plan my revision do you mind طبعا please تنقى للآخر مستحيل لا سمح الله pleasing مستحيل do you mind helping me to plan my revision how can I relax could you explain how بعدين I can relax how I can relax حالا لو سمعتوا الحل معي ضروري تحلوا الباقيات لحالكم بعدين بترجعوا تشيكوا على الحل صحيح أو خطأ وإن شاء الله أنه صحيح أو أغلبه بيكون على الأقل صحيح are we allowed to eat sweets during exams do you know no السؤال إيش yes or no إذن do you know if we are allowed if we are allowed to eat sweets during exams please tell me where you found that information الآن في كلمة mind معنا شو قبلها بده يكون do you mind do you mind مباشرة الآن لو حذفنا please شو صار عندك tell me معناها do you mind telling me بكمل كل شيء زي ما هو do you mind telling me does the exam نحط عليه 17 مهم إخواني does the exam start at 10 or half past 10 is she know إذن do you know do you know whether اللي هي بديلة عن عن if the exam برجع لها does بحذفها start بدا تنزل starts at 10 or half past 10 how much sleep does a teenager need do you know أدا تسؤال وين هون إخواني how much sleep كل ها تسؤال إذن do you know how much sleep a teenager needs does هاي اللي هون حذفنا a teenager needs how much revision should I do could you tell me أدا تسؤال how much revision I should do I should do please give me a glass of water do you mind do you mind giving me مباشرة do you mind giving me a glass of water do you mind giving me تحذف الإي طبعا أكيد is exercise better than in the morning or in the evening I wonder I wonder if exercise is better in the morning or in the evening how can I fix this smartphone how can I fix this smartphone could you tell me how I can fix how I can fix this smartphone كله نمشي خطوة ورود نرجع how much sleep do teenagers of our age need could you tell me how much sleep بنزلها teenagers of our age teenagers of our age teenagers of our age كله يتأف حرف جرم كله تابع لبعض تينيجر of our age need أو إذا كان فيه do بنزل خلص كل شي بنزل كل شي بنزل الآن هاي اللي هون تحذف حذفناها do ما فيش تغير إذن could you tell me how much sleep يعني بس إذا كان how can I get to queen alia airport by public transport could you tell me how I can get to queen alia airport by public transport is there a connection between the amount of TV people watch and how fed they are the amount of TV people watch and how fed they are do you know if there is a connection if there is a connection between وبكمل الآن are students allowed to navigate the internet بمعنى surface the internet يعني المقصود إيش أخوانين هم يبحروا على الانترنت يعني المقصود اللي هي يتصفحوا الانترنت during the open exam do you know إيش الحل if students are allowed to navigate وبكمل الآخر does the bell ring at eight or half past eight do you know if the bell does تحذف ring rings at eight or half past eight what can't we bring onto the plane could you tell me what we can't bring what we can't bring onto the plane إلا how much does this cotton shirt cost could you tell me how much this cotton shirt does coasts did you attend the meeting yesterday could you tell me if you attended ed if you attended the meeting yesterday الآن في عنا هون سوال mind or you a glass of water you do or giving me الآن بنرتبو هذا اللي هواري arrange the words to make indirect questions الآن do you mind do you mind giving me a glass of water do you mind giving me a glass of water ending up with age a question mark how much sleep do you know a teenager need do you know do you know how much sleep a teenager needs do you know how much sleep a teenager need الآن في عنا هون اللي هما how how much وif do you know فراغ we can take water into the exam بنقدر نأخذ مي اللي هي if we can take water into the exam could you tell me الآن فراغ this book coasts هذا الكتاب يكلف طبعا شو أصلها this book coasts أصل لها اللي هو does this book coast نحفت الدز فthis book coasts نحطت الاس يعني وجود الاس اللي هناك مع الفعل coasts معناها أصلها 100% فيها does الآن could you tell me بما أنه coasts الآن where و whether و اللي هي when do you know فراغ we will know our results when when we will know متى رح نعرف اللي هي النتائج و do you know فراغ I have passed my exam or not اللي هي whether I have passed my exam or not do you mind telling me اللي هي where the library is where the library is لأنه why could you possibly tell me possibly معنىها من المحتمل could you possibly tell me فراغ the Arabic teacher is who the Arabic teacher is من هو مدرس العربية why لماذا do you mind explaining تربعنا على الجملة هاي ممكن اخذها cut and paste مباشرة في سؤال الوزارة يحط لنا mind وبعدها فراغ الآن explaining do you mind explaining why the sky sometimes looks red تبدو السماء أحيانا حمراء the sky sometimes اللي هي looks red الآن في عن الhomework المفروض انهم بشكل أو بآخر اللي هما بنحلوا بنحلوا يعني الآن في عنا هون اللي هي زملة 39 الآن where is the nearest chub طبعا حلوله موجودات في الآخر الآن could you tell me where the nearest chub is why is that little baby الآن do you know why that little baby الآن is بعد برجع خطوة is there any milk here if there is وبتكملوها اللي هي للآخر أسئلة الhomework طبعا هي إجاباتهم موجودة أكيد هون وأي سؤال I will be all ears كل أذان صاغية I do thank you very much for listening for being patient تعطيكم ألف عافية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع حصص أونلاين نضع العلم بين يديك